أشهر ملوك الدولة القديمة عندنا هنلاقيهم أربعة إيه هم؟ أول حاجة الملك زوسر تاني حاجة الملك خوفه تالت حاجة الملك خفرع والأخير الملك منكورع طبعاً إحنا عارفين الأهرامات بتوع الجيزة خوفه خفرع ومنكورع هنضيف عليهم زوسر تعالوا نتكلم بقى عن الملك زوسر ونشوف الملك زوسر ده عمل لنا إيه الملك زوسر ده من أهم أعماله أنه بنى هرم اسمه هرم سكارة المدرج أو الهرم להيه المدرج يبقى أول عمل عمله الملك زوسر هو إيه هو هرم سقارة المدرج اللي موجود قدامنا على الشاشة ما بين قصين ده ده اسمه هرم إيه هرم زوسر أو هرم سكارة المدرج اللي اتنين بنفس الاسم اللي اتنين بنفس الشخص طيب يتكون من كم مصطبة مكتوبة عندنا هو يتكون من نقط مصاطب متدرجة فوق بعضها تعالوا كده نعد مع بعض أدي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة هو الهرم على شكل مصاطب كده متدرجة هنلاقيها أن هي من الكبير لحد لما نوصل لإيه للصغير ده اسمه هرم سقارة المدرق أو هرم زوسر طيب كده احنا عدناهم تلعوا كام أيوا برافو عليكم ظهرت أهي على الشاشة ست مصاطب يبقى بيتكون هرم زوسر أو هرم سقارة المدرق من كم مصطبة يا شباب من ست مصاطب طيب نشوف كمان الملك زوسر عمل إيه هنلاقي إن هو مد حدود مصر جنوبا إلى بلاد نقط ها إلى بلاد إيه إلى بلاد النوبة حدود مصر جنوبا اللي هي لبلاد إيه بلاد النوبة شايفين النقطتين اللي أنا عاملهم دول النقطت اللي أنا عاملها ده أسئلة مهمة جدا ممكن تكون عندنا في التدريبات وفي الانتحانات تمام؟ يبقى عندنا الهرم زوسر بيتكون من ست مصاطب وي كمان الملك زوسر مد حدود البلاد جنوبا إلى بلاد النوبة طيب تعالوا نشوف معنا الصورة اللي جاية دي صورة بتورينا الملك زوسر هو ده الملك نين؟ الملك زوسر طيب نشوف الصورة كمان قبل ما ناخد الصورة هنقول سؤال مهم جدا بيقول شهرة هرم سقارة المدرج ليه هرم سقارة المدرج ده ليه شهرة أو إحنا بناخده في المنهج وندرسه علشان أول بناء حجري ضخم في التاريخ أول حد تبدأ يفكر في فكرة بناء الهرم هو الملك زوسر فالهرم ده ليه مشهور عشان أول بناء حجري ضخم فين في التاريخ طيب أدي الهرم أهو عندنا هرم سقارة المدرج أو هرم زوسر بتكون من ست مصاطب طيب ناخد الملك اللي بعديه اللي هو الملك خوفو الملك خوفو ده عمل لنا هرم كلنا عارفينه هو هرم هرم خوفو جاية بإن اسم هو هرم هرم خوفو الهرم الأكبر والهرم الأكبر ده أو هرم خوفو بيعتبر أحد عجائب الدنيا السبع طيب هنا يجي سؤال ويقولك بما تفسر يعتبر الهرم الأكبر أو هرم خوفو أحد عجائب الدنيا السبع ليه؟ علشان دخامة حجمه هو الاسم الهرم الأكبر فيهرم كبير قوي دخامة حجمه وفراعة تصميمه بما تفسر يعتبر هرم خوفو أو الهرم الأكبر أحد عجائب الدنيا السبع سبب إيه؟ دخامة حجمه وفراعة تصميمه عندنا صورة أهي موجودة للملك خوفو ويه عندنا كمان صورة الهرم الأكبر حد كده يفكرني يا شباب يعني إيه؟ هرم؟ الهرم هو إيه؟ هو بناء حجري يتكون من عدة حجرات بناء حجري يتكون من عدة حجرات طيب ويه؟ إحدى الحجرات دي بيوضع فيها تابوت الإيه؟ الملك طيب نكمل الدقس بتاعنا ونشوف الملك اللي معانا بعد كده هيكون الملك خفرع ده عمل إيه؟ هنلاقيه أنه هو بناء الهرم الأوسط بناء الهرم الأوسط اللي هو هرم خفرع وكمان عملنا تمثال حيو جدا وبيجزب السياح من كل مكان هو تمثال أبو الهول في الحقيقة تمثال أبو الهول ده يعني ليه قصة جدا تمثال أبو الهول ده عبارة عن قطعة من الحجر يعني كانت قبل ما يتم نحتها كان عبارة عن قطعة كبيرة من الحجر تم نحتها على شكل الراس شكل إنسان وهي بتشبه لحد كبير الملك خفرع نفسه وي بقيت الصخرة ده أو الحجر ده تم نحته على شكل جسم أسد يبقى احنا عندنا هنا الملك خفرع عمل لنا الهرم الأوسط ويتمثال أبو الهول تمثال أبو الهول راسه زي إيه راسه على هيئة إنسان ويه جسمه جسم أسد طيب راسه على هيئة إنسان بتدل على إيه على العقل على الحكمة تمام طيب جسمه جسم أسد بتدل على إيه على القوة والشجاعة تمام طيب تعالوا نشوف كده الصورة اللي معنا دي عندنا صورة دي صورة الملك نين الملك خفرع ركزوا كده في الوش طيب نشوف الصورة اللي بعدها أو الهرم اللي هو بنيه هرم خفرع أو الهرم الأوسط ويتمثال أبو الهول والوش مشابه إلى حد ما بوش نين الملك خفرع تمام طيب تعالوا نشوف الملك اللي معنا الرابع هو الملك منكورع الملك مين منكورع ده طبعا عملنا الهرم الايه الهرم الأصغر ادي صورة بتورينا الملك منكورع والحاجة اللي هو بعملها الهرم الايه الهرم الأصغر يبقى كده لحد الوقت احنا خدنا ان عصر الدولة القديمة يطلق عليه ايه عصر بنات الأهرام يعني عصر الدولة القديمة لإسم تاني هو عصر ايه عصر بنات الأهرام طيب ليه لكسرة ما شيدة فيه من أهرامات طيب يعني ايه كلمة هرم الهرم هو بناء حجري ده بيتكون من عدة حجرات احدى هذه الحجرات هو موجود فيها تابوت الملك طيب اهم الملوك اول ملك عندنا هو الملك زوسر عمل لنا هرم سقارة المدرج اللي يتكون من كام من ست مصاطر طيب ويه عملين ايه كمان مد حدود البلاد لحد بلاد النوبة جنوبة طيب ده الملك نين زوسر الملك مين اول حاجة الملك خوف يبقى عندنا زوسر ثم الملك خوف الملك خوفه عمل الهرم الأكبر بيعتبر احد عجائب الدنيا السبع طيب هو احد عجائب الدنيا السبع ليه بما تفسر عشان براعة تصميمه وكبر حجمه دخامة حجمه عارفين الهرم خوفه ده بتكون من كم حجر من اثنين مليون وثلاث تلاف وتلتمية ألف حجر من اثنين مليون وتلتمية ألف حجر في وقت من اكتر من سبع تلاف سنة بناء ضخم بالشكل ده عمول من غير لا اسمنت ولا جبس ولا الحاجات اللي بتلزم الحجر في بعضه ولزال موجود او قائم لحد الوقت اللي احنا فيه حاليا عشان كده بيعتبر احد عجائب الدنيا السبع بيكون من اثنين مليون وتلتمية ألف حجر طيب بعد كده عندنا الملك خفرة الملك خفرة ده عملنا الهرم الاوسط طيب الهرم الاوسط ده كان اللي قدامه تمثال مشهور قوي هو التمثال ابو الهول اللي راسه على شكل انسان وجسمه على شكل بسد ثم الملك الرابع هو الملك منقورة اللي عملنا الهرم الاوسط بعد كده تم وجود عدد من الملوك لكن كانوا اضعف وده ادى الى سقوط الدولة القديمة والانتشار الفرق